اه اه الواحد ما كانش متخيل ان هو اه في 2002 السنغال برضو لو حضرتكم في 2002 الجيل بتاعنا بقى 45 و 46 سنة يتذكر هذا الامر اه يعني دقنا انا شخصيا كمان دقت من هذا الكاس فمكنش متخيل ان انا حبقى قعد يعني كمشجع بقى بهذا الشكل وعيشها تاني في النهاردة النهاردة كان نفسي جدا جدا منتخبنا يصعد مش انا الوحدي ولكن المية و 3 مليون كان نفسهم من المنتخب مصري يصعد الى كأس العالم ولكن بعض اللاعبين اللي احنا دايما بنعتمد عليهم خزلونا و احنا الغد الوقت مش عارفين هم خزلونا ليه بصراحة يعني بدون بقى كلام مزوق ولا حاجة حدش عارف احنا اللاعبة خزلتنا ليه نهاردة او بعض اللاعبين خزلونا ليه لانه هل تقدر تقول على الشناوي خزلك هل تقدر تقول على على احمد سيد زيزو خزلك هل تقدر تقول على امام عشور انه هو خزلك هل تقدر تقول على حمد فتح انه هو خزل بتقدرش ياسر ابراهيم الايمن اشرف المجموعة لكل المجموعة اللي موجودة او معظم معظم المجموعة اللي موجود اللي اجتهد وموت نفسه باين جدا وناس كلها بتسقف له وبتقول له هارد لك ولكن اللي ملعبش او اللي كان خايف على رجله او اللي اللي مقداش اللي احنا بنشوفه منه دايما سواء محترف مصري او محلي اعتقد الجمهور المصري بمقدار الحب بمقدار الحب هو مقدار الزعل بمقدار ما انا بحب محمد مثلا محمد صلاح اوي 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 لا حزعل بمحمد صلاح اوي 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 لان انا كنت بستاني النهاردة في وسط اللي بيحصل ده وعلى الرغم انا بقول لحضراتكم ان منتخبنا الوطني النهاردة مستوية كان افضل من المباراة اللي كانت هنا افضل بمرحلة وطحة يعني فنيا في كرة القدم لا اللي قاعده بتفرق شايف ان منتخبنا النهاردة كان افضل بخمس ست مرات من الخصوصة في شد تاني والتالت والرابح في جوء اجزاء منهم كتيرة يعني فانا كنت متخيل ان انت في الوقت ده محمد انت اللي هتاخد الناس على كتفك وتجيب الجون احنا لو جبنا جون يا جماعة كرة سيد زيزو اللي اتعابت له وحطاها بدماغه وحطاها حلو هيعمل ايه كرة زيزو التانية كرة رزيجي كرة كام كرة تانين كان ممكن جدا لكن في النهاية قدر الله ما شاء فعل تحت كرة القدم لازم يعمل وقفة مع نفسه بقى خلال الفترة اللي جاية ويبتدي المجلس برئاسة الأستاذ جمال علام يعيد تقييم الموقف مين هيكمل مين مش هيكمل يعني الفترة القادمة تحتاج الى بداية سريعة سريعة ولكن بدون تعجل يعني ايه لو حضرتك هتكمل خدت قرارت تتكمل بكيروش خلاص هو كيروش اللي هيكمل وكلنا هنبقى بضهره مش هيكمل يمشي ويجي اكس اسلام مثلا وهو اللي يكمل خلاص يلا كلنا في ضهره بس يشتغل اربع سنين في استقرار ما يصدرلوش مشاكل ما افضلش يعد خلال اوفر له كل حاجة للمنتخب دلوقتي انت ما بقيتش تدير المنتخب ما بقيتش تدير دوري الممتاز حضرتك شغلتك كاتحاد كرة منتخبات بس في رابطة قندية محترفة هي اللي بتشيل وهي اللي بتشيل الصداع وبتشيل مشاكل بتاعت الدوري فحضرتك يعني فكر بقى في اللي جاي ايه انت منتخبات بس منتخبات بس ومنتخبات وطنية فقط عيد تقييم كله بقى من الاول من اول المنتخبات شايف ان الناس اللي موجودة كويسين كويسين يكملوا خلاص اديهم دفع ليه ما كمان بقى ما نروحش كمان الاتحاد كرة القدم يذهب الى كمان الحكام خلي بقى نبص بقى على الحكام ويبقى عندنا رجلة حكام محترفة محترفة نبص على الحكام لان الحكام ده هو الاساس في كل شيء فتمنى ان احنا نشوف كل ده نقصنا ايه محتاجين ايه عشان نروح كاس العالم الفين ستة وعشرين محتاجين ايه عشان نرجع تاني ابطال امم افريقيا على الرغم من الشكل الجيد اللي احنا عملناه في امم افريقيا الاخيرة هو ده اللي احنا محتاجين نبص فيه ومحتاجين ندرسه ونعمله خلال الفترة القادمة قادمة اشتركوا في القناة